اشتركوا في القناة وبيهددهم انهم لو ما انسحبوش هيقضي عليها وبيكون ليه هو القناص الخاص بالفريق وبيكون عايز يضرب على الهدف وينقذ البنت لكنه بيفتكر مهمة قديمة ليه لما حاول ينقذ الرهينة لكنه قتلها هي بالغلط لكن الرهينة بتقدر تفلت من ايد الخاطف وبيكون خلاص هيقتلها فبيخالف ليه القواعد وبيقدر يصيب الخاطف وينقذ الرهينة من ايديه بيرجع لمركز الشرطة وهناك بيجي له اتصال من صديقه المقرب جو بيطلب منه ييجي يساعده لان العصابة اللي كان بيجمع عنها معلومات قدرت تمسكه فبيروح فورا علشان ينقذه وعند صديقه جو بتكون ان هي زعيمة العصابة ولما بتستجوبه ما بيرضاش يقول لها حاجة فبتطلب من حراسة يتخلصه منه ويرمو في المية في الوقت ده بيوصل ليه للمكان وبيفضل يتخانق مع ان وهو مغطي وشه بالخوزة اللي كان لبسها وبتكون ان قوية جدا وهما بيتخانقوا بياخد باله من واشم على ظهرها بعد كده بيرمي حرس منه الحراس جو في المية فبينزل ليه علشان ينقذه والشرطة بتيجي فبتضطر ان وعصابتها ينسحبه وبيطلع ليه من المية وبيحاول يفوق جو لكنه بيكون خلاص مات وبيفتكر ذكريات ليه هو وصديقه وبيفضل يعيط بترجع ان لبيتها وبتطلب من مساعدها الخاصة شو يجيب اي معلومات عن الشخص اللي انقص جوه في الوقت نفسه بيكون ليه وصل لإسم الشرطة وبيطلع صورة آن من موبايل صديقه اللي ميت وبيروح يطلب من زميله يعتقلها ويحقق معها ولما بيعتقلها بتقولهم انها في الوقت ده كانت في الفندق بتخلص شوليها وكاميرات المرقبة بتثبت ده وما بيكونش عليها اي ادلة فبيضطروا يخلص رحها وبيروح الرئيس يتكلم عليه وبيقوله ان اللي مسك قضية آن هي الفرقة التمنة وانه ما يحاولش يقبض عليها تاني لانه كده هيلفت الانتباه ويعرفها انهم بيرقموها فبيقرر ليه يكون من ضمن الفريق التمن ولما بيرفض الرئيس طلبه بيقوله انه هيستقيل بعد كده بيكون ليه في البار وبيبقى فيه شخص اسمه فان واقف مع بنت واللي بنعرف ان فان ده الرجل عصابات قديم وعليه ديوم كتير وفجأة بييجي عليه شخصين عايزين يضربوه بسبب الدين اللي عليه وبيفضل يهرب منهم لحد ما بيقدروا يمسكوه لكن قبل ما بيضربوه بيكون ليه موجود وبيعرض عليه يساعده مقابل انه يعمل له خدمة وفعلا بيروح ليه مع فان وبيخليه طلع له كل المعلومات اللي يعرفها عن ان نروح بقى الان واللي بتكون بتجهز في غرفتها وبتجيلها والدتها اللي بتحذرها من منافسها شيونغ لانه مش سهل وهي قلقانة عليها جدا لكن ان بتطمنها وبتقول لها ما تقلقش وبتنزل ان تروح مشوار خاص بيها من غير حرص وهي في العربية بتكلم اختها التى وان فى تطمن عليها وبتعرفها انها تروح مقابلة شغلة مهمة جدا وبتكون اان فخورة بيها جدا وبتقفل معها وفجأة بتيجي عربية تخبط في عربيتها بقوة جدا لدرجة انها تعرضت لشلل في المخ ودخلت في غيبوبة وما كانتش الام عارفها تتصرف ازاي فقررت تكلم فا وتلصب منها ترجع فورا من سفرها وبتكون فا مش مصدقة ان والدتها اخيرا اتصلت بيها وعايزها ترجع لكنها مش بتكون عارفة ان الرجوعها ده هيكون سبب في حاجات كتير جدا هتحصل لها واول ما بتوصل للبلد بتروح لولدتها المستشفى وشافت اختها وهي فقدة الوعي وبتطلب منها والدتها تتولى مسئولية المنظمة والاجتماعات المهمة على اساس انها اان لحد ما انت فوق لان اشخاص كتير جدا لو عارفوا ان اان وقعت هيكونوا عايزين يدمروا المنظمة باي شكل وبتكون فا خايفة جدا لانها مش عارفة اي حاجة عن المنظمة ولا حتى عن المساهمات اللي فيها بس ما بيكونش قدامها حل تاني وبتخدها والدتها علشان تخليها تستعد لمهمتها وبتكون اول خطوة فيها هي انها تقص شعرها نفس قصة اان وهي بتقص وتفتكر ذكريات ليها مع اان وهم صغيرين لما قررت اان تقص شعرها علشان الناس متتلغبطش بينهم لانهم بيكونوا شبه بعض جدا بعد كده بتديلها هدوم اان علشان تلبسها وبتكلم الحرس بتقولهم ان اان رجعت له عيها وانهم يستعدوا علشان المفاوضة المهمة اللي عندهم بتروح فا للمفاوضة بعد ما اخدت المعلومات كلها من والدتها وبنعرف ان ليه كان في نفس البور مستنيهم يوصلوا وبتوصل فا مع الحرس الخاص بيها للبور وبتدخل لغرفة المفاوضة على اساس انها اان وبترفض صفقة شيونج لكنه بيقولها انهم طالما رفضوا صفقته يبقى مش هيخرجوا من الغرفة اللي هم فيها وبيؤمر جنوده يخلصوا عليهم في الوقت ده بييجي ليه قدام باب الغرفة وبيقدر يهزم الحرس اللي قدامه بسهولة واول ما بيفتح البيب بيلاقي حرس فا بتدرف حرس شيونج وبتكون فا واقفة خايفة فبياخدها وبيهربوا هما الاتنين سواء وبيطردهم حرس شيونج لكن ليه بيقدر يهزمهم وبيدخل هو وفعل فندق قريب علشان يستخبوا فيه وبيخليها تفتح باب الغرفة وتدخل هي الاول وبيكون عايز ينتقم منها لصديقه لكنه بيفتكر الاتفاق اللي اتفقوا مع رئيسه وهو انه يحاول يتقرب منها علشان يبقى فرض من افراد عصابتها ويقدر يعرف كل المعلومات عنهم ولما بيدخل بتسأله فا عن المقابل اللي هو عايزه مقابل انقاص حياتها فبيقول لها انه مش عايز مقابل مادي لكنه حابب يبقى واحد من حرسها وبتكون فا مش متطمنة فبتقرر تدخل الحميم وتهرب من الشباك اللي فيه وبتطلع على الصور وبتبدأ تمشي وهي خايفة لحد ما كانتها تقع فبتسرخ وبيسمعها ليه وبيروح علشان يلحقها وبيقول لها تصق فيه وتمسك ايده فبتفتكر ذكريات ليها هي وان زمان لما كانت هي متعلقة على غصن شجرة وعمالة عيط وبتطلب منها انت ونط وهي هتمسكها لكنها بتكون خايفة جدا وقتها وطلبت منها اختها انها تصق فيها ونجحت في انها تنزل من على الغصن وبنرجع للوقع وبتكرر تصق فيه فعلا وبتحاول تمسك ايده لكنها بتقع من على الصور فبيقوم ليه نط وبيقدر يمسكها وبيقعوا سوا على مرتبة موجودة في عربية تح بينزلوا من العربية وبيجي حرص فعا علشان ياخدوها وقبل ما بتمشي بتشكروا ليه وبتقولوا انها ما عندهاش مينة يشتغل معيها وانه بجي لها الشركة تانيهم فبيروح ليه شركة انا علشان يتوظف فيها واول ما بيوصل بتعينه فعا حارس خاص بيها وبيخلوه يملى بياناته الخاصة بعد ما بيخلص بياناته بتعرف فعا ان عائلته صاحبة مطعم مشهور جدا في المدينة وانها كانت عايزة تزور المطعم ده جدا اول ما ترجع فبتقرر يروحوا يزوروا السكن الخاص بيه وفي الطريق بيكون ليه عايز يتواصل مع والده باي شك علشان ما يكشفش انه شرطي لكن بيبقى مش عارف يتصرف ازاي وبيفتكر لما راح قل لأهله انه ساب الشرطة وكان رد فعل والده قاسي جدا لدرجة انه ضربه وبيوصلوا للمطعم وبيكون ليه قلقان من ان والده يكشفوا لكن والده بما انه كان شرطي قديم قدر يفهم انه في مهمة وتعامل معايا كأي قب بيعامل ابنه وبترجع فاو للبيت وبتدخل لولدتها اللي بتسألها عن ليه وازاي قبل اتشاغل حد ما تعرفوش معايا وتصق فيه فبتطمنها وبتقولها انها عارف الناس الكويتين من الاشرار بعد كده بتقولها والدتها ان تيانج الرئيس التاني لشركتهم هيرجع للمدينة قريب وانه عارف كل حاجة عن قان وده معناه انه هيقدر يلاحظ اي اختلاف شخصيتها وانها لازم تكون حذرة وتتعلم اساليب اختها في اسرع وقت وبتخرج فاو من مكتب والدتها وبتلاقي ليه مستنيها برا وبتطلب منه يخرج وراها وبتقوله انها فقدة زاكرة بسبب الحادثة ومحتاجة مساعدته في انه يدربها علشان ترجع قوية من تاني وبيكون ليه مش مصدقها ومش فاهم ايه مخططتها لكنه بيقرر يعلمها اللي هي عايزية علشان مهمته تنجح وبتكون فاو بتعمل كده لانها شافت قوته وانه انسى بحد يدربها لمهمتها وبنروح لوالدة ان اللي بتكون قاعدة من دايقة جدا فبتدخل فاو تعمل لها الشاي اللي بتحبه زي مكانة اختها ان بتعمل لها وبتديلها والدتها مفاتيح مكان علشان تروح تاني يوم تبدأ تدريب فيه لان تيانج الرئيس التاني لشركتهم على وصول وبتكون فا قلقنة جدا من انه يكشفها لكن والدتها بتحذرها انها لو ما بقتش زي ان في المدة دي هيكون في خطر كبير على منصب اختها في المنظمة لان تيانج ممكن يستخدم اساليب مختلفة ويسيطر على مركزها بالقوة وبتقول لها كمان ان لو لي مقدرش يساعدها في المدة دي لازم يتخلصوا منه لانه هيكون عارف اسرار كتير عنها وتاني يوم بتروح فا تاخد لي للمكان اللي هيدربها فيه في الوقت ده بيوصل تيانج للمدينة وبيرحب بي الحرس وبيطلبوا منه يتوجه معيهم فورا لولدة ان لكنه بيقرر يروح للشيونج وعند الشيونج بيكون بيتكلم مع شخص مجهول وبيقولوا انهم حاولوا يقتلوا ان اكتر من مرة لكنها غريبة جدا ودايما بتفلت منهم وبيوصل تيانج للمقره فبيقوم الشخص المجهول بسرعة وبيمشي وبيدخل تيانج للشيونج بعد ما قدر يتغلب على كل حراسه لوحده وبيهددوا انه لو حاوليه ازي ان تاني هيكون عقابه شديد جدا في الوقت ده بتكون فاوصلة البيت الصيفي اللي هتتدرب فيه وبتكون مبسوطة جدا وهي بتفتكر ذكرياتها بعد كده بتبدأ تمرين معليه واللي بيكون عبارة عن انها تجري المسايفة عشر تلاف كيلو وتتدرب على الملاكمة وبتبقى فاة ضعيفة جدا لكن ليه بيقدر يحفزها بالكلام السلبي عن اختلاف شخصيتها الحالية عن شخصيتها القديمة وفي الليل بتنزل فاة ينبوع المية السخنة علشان تريح جسمها من التعب وبتكون عمالة تشتكي من معاملة ليل اسيا وهي متعصبة جدا فجأة بتلاقيه في الينبوع اللي جنبها وبيقول لها انه سمع كل اللي قالته وبتبقى محرجة منه وبعد كده بيسيبها وبيطلع غرفته وهناك بيفتكر انه ما شافش الواشم اللي كان على ظهرها اول مرة وجهها فيها وبنشوف تيانج بيكون بيتعشى هو والدته في المطعم وهم مستمتعين جدا وبتقول ل والدته انها كبرت في السن وامنيتها تشوف ليه حبيبة ويكون عنده اولاد وبعد نقاش كتير في الموضوع بيوعدها تيانج بانه هيدور على بنت مناسبة فاقرب وقت وبيخرجوا علشان يرجعوا للبيت لكنه هم ماشيين فيه شخص بيخبط والدته جامد وبيروح تيانج يتخانق معاه لكن ده بيكون فخ وبييجي شخص وبيتوجه ناحية تيانج وبيكون خلاص هيخبطه فبالضحي والدته بنفسها وبتقفية قدامه وبنشوف ليه اللي بيكون عايز يتأكد من انه ما شافش واشم في ظهر اان فعلا وبيروح لها غرفتها وبيطلب منها تقلع الجاكت علشان يحط لها لزق يساعد عظمها انه يخف بسرعة وفعلا بيلاقي انه ما فيش اي واشم على كتفها فبيقول لها انه سمع اشعاية عن ان اان حط واشم على كتفها فبتقوله فاق انها اصلا بتخاف من الاوشام وانه كان مجرد ملسق وبيكون ليه مش مصدقها فبيخرج في الليل وبيتصل بفان اللي انقذوا قبل كده لما كانوا في البار وبيطلب منه صور للواشم اللي واشماء اان فبنرجع لتيانج اللي بياخد والدته للمستشفى علشان يسعفوها وبتكون فصيل الدمها نادرة جدا فبيتعصب وبيفضل يضرب في كل الدكاترة والممرضات لحد ما بتفقد ممرضة من الممرضات اعصابها وبتروح تضربه بالقلم وبتقوله انه لو عايز والدته تخف فما يفضلش يضرب الناس اللي هتعالجها وبتروح علشان تجيب اكياس الدم بسرعة بعد كده بيكون قاعد مع والدته وهو بيفتكر لما دخل يشكر ممرضة من اللي قاعدين على انقاص حياة والدته لكن الممرضة قالتلو انه لازم يشكر الممرضة شوان اللي ضربتهم بارح لانهم لما تأخروا في النوم يجيبوا فصيلة الدم هي تبرعت بالدم لان فصيلة دمها مشابه الفصيلة الدم والدته وبنعرف ساعتها ان ليه يبقى اخو شوان لكن ما فيش حد يعرف الموضوع ده بسبب ان ليه يبقى شرطي وعميل سري وخايف على حياتها وبيقرر تيانج ساعتها ياخد الحرص بتوعه كلهم وبيروح يشكر شوان بنفسه على مساعدتها الولدته وتاني يوم في البيت الصيفي بتصحى فا من النوم وبتطلع تلاقي ليه محضر لها الفطار وبيعودوا يفتروا سوا وهم بيفتروا وبييجي الفارسال على موبايل اختها من شخص مجهول بيقول لها انه عارف الشخص اللي خبط عربيتها يوم الحادث وانها لو عايزة تعرف تفاصيل تجيلوا عند الطريق الجابلي فبتقوم فاعلشان تتجهز وبيكون ليه عايز يروح معاها لكنها بترفض وبيحس ان في حاجة غريبة وبيروح معاها غصب عنها وفي الطريق بيبين ان في عربيتين بيمشوا وراهم وبيفضل ليه يحاول يتخلص منهم لكنهم بيكونوا اسرع وبيقدر يوقفوا فبينزل هو وفا من العربية وبيفضل يضرف فيهم وهو بيحمي فا لحد ما بيقدر يهزمهم فعلا لكن بتيجي عربية تانية وبينزل منها اشخاص مسلحين بس هو بيقدر يشتت اللي مسك المسدس وبينط هو وفا من فوق القمة الجبلية وبيخبطه في الاشجار بعد كده بيفقدوا الوعي وبنشوف الشخص اللي كان قاعد مع الشيونج وهو نزل من العربية بيطلب منحوا الراسه وينزلوا ودوروا عليهم ولما ليه بيفوق بيكون متصاب اصابة جامدة وبيسمع صوت الحرص وبيصحي فا بسرعة وبيهربوا من المكان وبيروحوا عند بحيرة في الغيباء وبتطلب منه فا تشوف جرحه ولما بتشوفه بتلاقيه جرح عميق فبتطلع الجاكت بتاعها وبتقطع منه وبتبدأ تعالجه عليك مؤقت وبتربطه له لحد ما يرجعوا البيت وبنشوف شوان اللي بيجي لها مكالمة من غرفة رئيس المستشفى بان فيه شخص عايزها فوق فبتطلع بتلاقيه تيانجا هو اللي طالب يشوفها وبيطلب منها تكون زوجته ولما بتحاول شوان تضربه بالقلم تاني بيقول لها انه ما بيسمحش لحد يمدي ايده عليه غير والدته وزوجته وبما انها عايزة تضربه ويبقى هي موافقة على طلبه وبتكون شوان مستغربة منه جدا ومن المساعد بتاعه اللي بيكون بيقول نص الكلام بداله فبتقوله انها ما بتحبش الاشخاص المعتمدة على مساعدينها وانه لما يبقى يعتمد على نفسه في الكلام يبقى يجي يعرض عليها الجواز تاني وبنشوف حرس شيونجا اللي بيفضلوا يدوروا على ليه وفا لحد ما بيوصلوا الكوخ وبيدوروا فيه لكنهم مش بيلقوهم وبتسوق حالة ليه اكتر وبيفقد وعيه وبتفضل صهرانة جنبه طول الليل تاني يوم بيروح تيانج يجيب ورده هدايا غالية وقيمة وبتطلب منه يروح وراها بيخرجوا بره المستشفى وبتقوله ان هنا ما كان شوق لها وانه كده هيسبب لها مشاكل لانهم عكس بعض في كل حاجة وعلاقتهم هتكون مستحيلة فبيطلب منها تديره 3 فرص تخرج معي فيها ولو رفضت اقتراح زواجه وبعد 3 فرص دول هيختفي من حياتها ومش هتشوفه تاني نهائي ولما بيمشوا فاوليه علشان يرجعوا للبيت الصيفي بتشوف فاة شجرة اوراقها باللون الزهري وبتكون مبسوطة جدا بيها وبيبين على ليه انه بدأ يعجب بيها لكنه بيفتكر اللي عملته في صديقه المقرب وبيكون مش فاهم شخصيتها الجديدة وبيقول لها انهم لازم يمشوا قبل ما العصابة تلاقيهم وبيوصلوا للبيت وبيعودوا يكلوا وبعد كده بتسألوا فاة عن التدريب الخاص اللي قالها عليه في الغابة بس بيقول لها انها ترتاح وتريح اعصابها علشان تكون هادية بكرة في مواجهة تيانج وانه هيعلمها ازاي تقدر تهزمه من غير ما تستخدم قوتها الجسدية تاني يوم بترجع فاة للمنظمة هي وليه وبيرحب بيها المساعد بتاعها تشي وبيقول لها ان والد تيانج عملت حادثة وان تيانج شاكك في ان الشيانج هو ورا كل الحوادس اللي بتحصل دي وانهم لازم ينتقموا منهم فبتقولوا فاة انهم لاجوا التعامل بالقتل وانه مايقولش كلمات زي الانتقم بعد كده تاني وبتقمروا ويبعت لها تيانج وبييجي تيانج وبيعودوا يتكلموا سوا فبيقول لها على صفقة هو عاملها لما كان مسافر وبترد عليه بانه عمل حاجة كويسة فبيبصلها بشك وبيقول لها انه من ساعة ما دخل وحاسس ان في حاجة غريبة خصوصا بعد مسافر ورجع تاني وانها بقت شخص تاني خالص لكن فاة بتقدر تخليه تأكد من انها قان وكمان بتقدر تقنعه بوجهة نظرها اللي بتكون انهم يوقفوا التعامل بالعون في الحد ما يقدروا يعرفوا مين اللي وورا كل اللي بيحصل ده وبيوعدها انه هيحاول ما يستخدمش العون في الفترة مؤقتة وبيطلب من ليه يخرج معي تكلمه برة ولما بيخرجه بتبدأ بينهم معركة وبيفضل يدربه في بعض وبيسأله عن هويته الحقيقية وبنعرف انه شاكك فيه بسبب سجله اللي ما فيهوش اي حاجة مريبة برغم قوته في الدفاع عن النفس لكن فاة بتتدخل وبتوقفهم ولما بيسألها تيانج لو هي مصدقة انه شخص عادي برغم قدراته فبتجاوبوا بانها مصدقة وانها لازم تسق فيه لانه انقص حياتها مرتين ولو كان عايز يأذيها كان زمنها ميتة دلوقتي وبيسيبهم وهو متعصب من تغير شخصية فاة معي وبيروح ليه يوصل فاة للبيت وبتكون والدتها واقفة شايفهم من تحت واول ما بتطلع بتقترح عليها بما ان ليه نجح في مهمته معاهم انها تنقل شركتهم في اي منصب هناك وهو مع الوقتي بقى يترقى ويكون في منصب كويس وبتكون فاة عايزة جنبها لانها لسه متأقلمتش على المكان وانه اكتر حد بيساعدها ولانها كمان بدأت تعجب بي لكن والدتها بتقول لها انه من الاحسن يبعد عنها وانها خلاص خدت القرار وقبل ما بتمشي بتقول لها ان جين بنت اان جاي الاسبوع الجاي وان اان كانت بعدها تعرفها على والدها الحقيقي وبما انهم ما يعرفوش مين والدها الحقيقي بتطلب منها الدورة على اي شخص تقدموا لجين على اساس انه والدها علشان ما يتكشفوش فبتروح فال صديقتها ميكي وبتكون مستائقة جدا من اللي بتمر بيه وبتقول لها ميكي ان اخر معادل الشركة اللي كانت متفقة معاها في لندن خلص وانها بكده هتضحي مستقبلها في تحقيق حلمها فبتقول لها ان علتها دلوقتي اهم منها وان بعد ما اختها تفوقها هترجع من جديد تشوف حلمها تاني يوم بيروح تيانجل المنظمة وبيكون قدر يجيب المخطط المعميري للمنتجعة اللي صممه شيونج واللي بيكون شبه تصميمهم لدرجة انهم بيشكوا ان فيه جاسوس في الشركة وهم بيتكلموا بييجي تليفون لفا من شخص انجليزي وبتطلع بصرع علشان ترد عليه وبيكون الشخص ده المسؤول عن توظيفها في لندن اللي بيقول لها انه طلبها في التوظيف تلغى بسبب تأخرها وبتضع لفا جدا فبتكلم صديقتها ميكي وبيتفقوا يتقابلوا وبيكون تيانج وليه عايزين يوصلوها فبتقرر تاخد المساعدة شي علشان ما يتخنقوش سوا كالعادة وبتروح لصديقتها وبتكون مش عارفة تتصرف ازاي وبتجيب قبل جين فبتقترح عليها ميكي ان ليه هو الشخص المناسب لانه يعرف عنها اسرار كتير وبتقول لها قبل ما تطلب منه يمثل انه والد جين لازم تختبره الاول وبيروح تيانج لوالدة ان وهناك بتطلب منه ينقل ليه من جنب بنتها للفرع الجديد لشركتهم وبيكون تيانج عايز يتخلص منه لانه حسس انه مؤثر على ان وبيوافق بسرعة وبترجع فاول المنظمة وبتبدأ تصمم شكل المنتجع الجديد وبيشوفها ليه اللي بيكون مستغرب جدا من انها قادرة ترسم تصميم برغم انها ما تدربتش على الهندسة المعمرية قبل كده لكن فاة بتقوم اول ما بتشوفه وبتطلب منه انها تختبر نظرية عرفتها من قريب عن كشف الاشخاص اللي بيكذبه علشان تقدر تطبقها بعد كده على الموظفين وبيكون الاختبار هو عبارة عن انهم يفضلوا بصين لبعض المدة 30 ثانية لكن هدفها بيكون علشان تتأكد لو هو معجب بيها فعلا ولا لا وبينجح ليه في الاختبار واللي بنعرف انه معجب بيها فعلا ولما بيوصلها ليه لبيتها وبيرجع لبيته بيكون فيه عربية بتلحقه وبتكون فاة بتكلمه وتسمع ليه وهو بيضرب الاشخاص اللي بيهجموا عليه وبيسأل واحد منهم عن هوية الشخص اللي بعته فبيقوله ان اللي بعته هو تيانج وبتنضي الفاة بسرعة مع تشيل مساعد بتاعها علشان يلحقوا ليه لانهم بيكونوا فاكرين ان العصابة قزيته لكنه بيطمنهم وبيقولهم انهم كانوا مجرد اطفال وانه قدر يتغلب عليهم وبتكون احصاب فاة عبانة جدا فبيقرر ليه ياخدها لصالة البولنج علشان تقدر تهدأ وبيعلمها ازاي تقدر تكسب في اللعبة وفي الوقت ده بتعرض عليه انهم يتجوزوا وبيكون ليه فاكرها بتهزر في الاول لكنها بتقوله انها مش بتهزر وانه هيكون زواج مزيف مش اكتر وبنعرف انها بتعمل كده علشان تقدر تخليه مسل انه يكون والد جين بس بيرفض طلبها لانه جاي ينتقم منها مش جاي يتجوزها وبتكون مستائة جدا من رفضه ليها فبتقرر تروح تزور اختها في المستشفى وبتروح معاها ميكي صدقتها وبنشوف ليه راح لفان اللي بيوريه له الواشم اللي كانت وهو عبارة عن جناحات وهم وقفين بيتكلموا بيشوفها وهي ماشية بعربيتها للمستشفى ومتوترة فبيقرر يروح وراها وبيفضل واقف مستني تحت لحد ما ميكي صدقتها بتنزل من عندها وبتوقع بالغلط الورقة اللي عليها رقم الغرفة وبتكون فبتتكلم مع اختها وبتحكي لها اللي هي بتمر بيه في غيابها وبتقوم علشان تمشي بس بتلاقي لي واقف قدامها وبيسألها عن هويتها الحقيقية بعد ما شاف اين قدامه فقد الوعي فبتضطر تقوله على الحقيقة ولما بيسألها عن السبب اللي خليها تطلب منه يكون زوجها بتقوله على جين بنتهان وانها لازم تلاقي شخص مناسب تقدمه لجين في اقرب وقت قبل ما توصل وبتكون جين وصلت للمدينة وبتستقبلها تشي المساعد وبتطلب منه ما يبلغش والدتها لانها حابة تعمل لولدتها مفاجئة وبتكون مبسوطة لانها اخينا هتقدر تشوف والدها الحقيقي وبيخدها للبيت علشان يقدروا يحضروا للمفاجئة سوا بعد كده بيتصل تشي بليه وبيطلب منه يرجع الرئيسة للبيت فورا لان فيه حاجة مهمة فبينزل هو وفاو بيرجعوا للبيت وبيلاقوا الباب مفتوح والبيت كله مضلب وفجأة الانوار بتتفتح وبتظهر جين اللي اول ما بتشوفه ليه بتحضنه وبتكون فكرة والدها وبيبقى ليه مضطر يتعامل معاها على ان والدها فعلا لانها بتكون سعيدة جدا بوجوده لدرجة انها بتخليه بات معاها هي وفاة في الاوضة وتاني يوم بياخدهم ليه للملاهي وبيفضلوا يلعابه سوا وبياخد ليه باله من شخص بيصورهم فبيروح علشان يمسكه وبتجري جين على والدها فبتلحقها فاة ورجليها بتتلوي ولما بيروح ليه علشان يتطمن عليها بيهرب الشخص اللي كان بيصورهم وبتروح فاة مع ليه للبار بتاعقان لانهم عرفوا ان الشرطة راح تقبضت على اشخاص هناك بسبب سربهم للممنوعات بس ليه بيشوف صديقه في الشرطة موجود هناك فبيخرج بسرعة من المكان بعد كده بيروح ليه يدي الأخبار اللي عرفها لرئيسه لكن ما بيقولوش على هوية فاة الحقيقية لانه بيكون خايف عليها وبنشوفهم كلهم راحوا للشركة وبيفضلوا يتناقشوا عن اللي حصل في البار لان في شخص قدر يسرق رقم موظف من موظفيها علشان يسلموا ممنوعات ويقدر يوقع بقان وفي وسط ما هم بيتكلموا بيقولت شين مساعد لان انه لسه مش قدر يحدد هوية الشخص اللي هي وجهته يوم ما كانوا بيستجوبوا جوه ولما بيسأل تيانج عن الموضوع بتقولو فاة انها حاجة مش مهمة وبتطلب من تشي وقف بحث في الموضوع لكن تيانج الرئيس التاني لشركتها بيكون لسه عايز يعرف ايه اللي بيحصل فبيطلع هو وتشي المساعد برا وبيخليه يحكي له اللي حصل وبعد ما بيخلص تشي كلام بيطلب منه تيانج يشوف التسجيلات اللي معاه ولما بيشوف اسلوب الشخص اللي كان بيواجه قان يوم ما تقتل جوه بيلاقي ان مهاراته القتلية شبيهة جدا لمهارات لي وشكه فيه بيبدأ يكتر وبنشوف تيانج كلم فا وبيطلب منها تروح له المينة واول ما بيوصلوا بيقول لها ان فيه بينهم جاسوس من الشرطة وبيطلع لها التسجيل اللي كان متسجل يوم المعركة ولما بتشوفه بتكون مستغربة جدا بين الشبه اللي في قدرات لي والشخص المقنع اللي كان في مواجهة اختها وبيكون تيانج عايز يواجه لي علشان يثبت ان هو نفس الشخص المقنع لكن لي بيقدر يهرب منه وبيفضل يلاحقه لكنه بيقع على شبك مرمي من عربية وبيتأيد وبيكون خلاص هيموت لولا تدخل لي اللي انقذه في الوقت المناسب بعد كده بتطلب منه فا يبطل يلاحق لي ويحاول يقذيه وبتسمعه التسجيل اللي كانت مسجلة لما العصابة هاجمت لي وقالوله ان اللي بعيتهم هو تيانج لكنه بيكون ما يعرفش حاجة عن الموضوع وبيقول لها ان مش هو اللي بععتهم وانه لو عايز يتخلص منه هيعمل كده بنفسه وبيتفق معالي في كلامه لانه افراد عصابة آر ما بيقولوش اسم الشخص اللي بعيتهم بسهولة وبعد ما الكل بيمشي بتفضل فاولي بس وبيسألها لي عن السبب اللي بيخليها تدافع عنه فبتقوله ببساطة لانها بتصق فيه وبيكون بدأ يحس بالزنب من ناحيتها بيرجع تيانج البيت والدته بعد ما عارف انها خرجت من المستشفى ولما بيوصل بيلاقي شوان الممرضة معيها لانها هي اللي وصلتها للبيت وبيعودوا يتعشروا سواء وبعد ما بيخلصوا بينزل تيانج يوصلها للبيت وبيطلب منها تكون زوجته للمرة التانية لكنها بتقولوا انهم يفضلوا اصدقاء احسن وبيكون ليه راجع بيته بعد ما قد صهرة لطيفة مع فا بسبب جين اللي خلتهم يتعشروا ويرقصوا سواء ولما بيوصل بيلاقي تيانج وهو بيركب عربيته وبيستغرب جدا من وجوده هناك لكنه بيشوف عربيات بتلحق فبيروح بسرعة علشان يساعد تيانج في التغلب عليهم وفعلا بيقدروا يهزموهم بسهولة وبيشكروا تيانج وبيكون بدأ يحبه ويصق فيه تاني يوم بيكون ليه وفارحين الشركة وبيودعوا جين وبيبقاها مساعد الشيونج واقف بيرائبهم من بعيد وبنكتشف انه هو والد جين الحقيقي وعايز يستغل وجود بنته في وسطهم علشان يقدر يدخل منظمة أن تاني بعد ما اضطرد منها وراح يشتغل مع الشيونج عدو آن وبيوصلوا فاولي للشركة وبيبلغوا تشيل مساعد والرئيس تيانج انهم مسافرين علشان يشوفوا المنتجع السياحي اللي بيقرروا يضموا المنتجعهم وبيروحوا كلهم ومعهم جين وبيبقوا مستمتعين جدا لكن ها بيكون مرأبه من بعيد وبيقرر يخطف جين علشان تكون هي السبيل الوحيد اللي رجوعه للشركة وبيكونوا بيلعبوا لعبة التعلب وبتروح جين الحمام وبيفضلوا يدوروا عليها وفي الوقت ده بيكون ها بيقول لجين ان لي مش والدها الحقيقي وبتكون البنت مش مصدقه وبتفضل تقوله انه كذب واول ما لي بيشوفها وبيروح لها بيهربها من جنبها وبتروح لها فا وبتفضل تعتذر لها لانها ما قدرتش تحميها بعدها بنشوف فا قعدة مع صديقتها ميكي في غرفة جين لكنها بتقوم تروح للي عند لعبة التعلب ولما بتوصل بتلاقي ها واقف هناك وبيطلب منها تديله فرصة تانية يصلح بيها اخطاء القديمة فبتخمن انه هو ده الشخص اللي اختها كانت متجوزاه وما حكتش لحد عنه اي حاجة وبيشوفهم ليه فبيروح لهم بسرعة وبيقولوا انهم ما عندهمش حاجة يتكلموا معاه فيها وبيمشوا علشان يجهزوا للرجوع ولما بيرجعوا للبيت بيتكلم ليه مع فاف اللي هي عايزة تعمله بخصوصها لكنها بتكون مش عارفها تتصرف ازاي وعايزة تعرف السبب اللي خلى انت مفاصل عنه فبيقول لها ليه انهم ممكن يستدرجوا في الكلام ويقدر يعرفوا كل حاجة منه هو وبتطلب فا منها يروح لها ولما بيوصل بتقوله انه لو عايزة هتسامحوا ويعترف لها بكل الاخطاء اللي عملها معيها زمان يا اما هتمشي وتسيبوا وبيعترف لها انه خان ان مع صديقتها المقربة وانه كاب يستغل لها علشان يوصل لمركزها لكنه ندم وعرف انه غلطان وعايز فرصة اخيرة علشان جين بنتهم وبتتعصب فا جدا وبتغبط الفش بقوة لدرجة انه بينزف وبتطرده بعد ما بتقوله انها مش عايزة قبل بنتها خين ومش قد المسئولية لتربية بنتها بعد كده بتروح لاختها في المستشفى وبتعتذر لها عن عدم وجودها جنبها في الوقت اللي كانت محتاجاها فيه وبتفضل تعايت وهي بتفتكر لما كلمت اختها يوم ما عرفت انها حامل لكنها ما قدرتش تعرف منها سبب حزنها وبتوعيدها انها تحمي كل حاجة خصها وهتنتقم من الشخص اللي خانها وبتتحول فا لقين فعلا بتصرفتها وبتروح للمنظمة وبتكون ميكي سحبتها خايفة جدا من اسلوبها وبتروح تكلم ليه يفكر في طريقة يرجع بيها فالحقيقية فبيقرر ليه ياخد فا للمحيط وبيخليها تعايت وتسرخ بكل اللي كانت عايزة تقوله لاختها وبيقدر يخليها تتحسن تاني يوم بتطلب فا من ليه يروح معاها كلية اختها القديمة لان اختها كان نفسها يبقى سوا في الكلية لكن هي كانت في دولة تانية فبيوافق وبيروح معاها وبيدخلوا يحضروا محاضرات وبيشوفوا المكتبة وبيقرؤوا القصص وبيكونوا مستمتعين جدا وبيروح تيانج لشوان الممردة وبيحاول يقرب منها ويخليها تحبه لكنها بتكون مضايقة جدا وبتطلب منه يوقف يبعت لها ورد بس هو بيقول لها انه ما بعت لهاش حاجة وفجأة بييجي الطبيب شين واللي بيكون زميل شوان القديم وبيكون مسيفر ولسه راجع ولما بيشوفها بيسألها لو هي حب الورد اللي بعته لها وبيعرف تيانج ان زميلها هو اللي بعت الورد وانه كمان بيحبها زيه وبيكون متدايق ولما بتخرج شوان من المستشفى بتلاقي تيانج وشين قدامها وبيطلبوا منها تروح تتعشى معاهم فبتعتزلهم شوان وبتقولهم ان والدتها طلبت منها ترجع بدري علشان تتعشى معاها وبتمشي وبيقفوا الاتنين يتكلموا شوية وكل حد فيهم غيرهم من التاني وبيتحدوا بعضا عن مين هيقدر يخليها تحبوا الأول وبيمشوا تاني يوم بيبقى تيانج قاعد ما استني شوانه بيقرأ كتاب عن التمريد بس بيلاقي فرض من حراس شيونج وقدامه وبيستفزوا بالكلام وأول ما بيقوم علشان يضربوا بيلاقي شخص قوي جدا بيهجم عليه وبيفضلوا يضربوا في بعض الحد ما تيانج بيهزمه وقبل ما يبص جنبه بيتعانوا حارس شيونج لكن بيقدر تيانج يشتته وبيهرب من قدامه وبيروح لشوان وبيطلب منها تعالجه في أسرع وقت لأن العصابة بتدور عليه فبتطلب شوان المساعدة من شين زميلها وبيقدروا يوقفوا النزيف وبيدخلوا هرفة العمليات برغم دخول العصابة المستشفى وبحثها عنه وبتفضل شوان جنبه طول الليل ولما بيفوق تيانج بيحضنها ويشكرها على وجودها معاه وبتروح فاو كل الحرس علشان يتطمينه عليه ولما بترجع فا للشركة بنشوف تيانج زهق من المستشفى فبيقرر يخرجه وبيروح للشركة وأول ما بتشوفه فاو بتلومه لأنه ساب المستشفى وهو لسه مريض وبعد كده بتوريه من المخطط المعماري اللي هي عملته واللي بتكون غيرت فيه حاجات كتير جدا وبيخرجه من المكتب علشان يخططه إزاي يحمل مخطط لأن الشيونج أكيد هيحاول يسرقه وفي الوقت ده بيدخل شخص مجهول للمكتب وبيصور التصميم المعماري وبيبعثه للشيونج وبنشوف ليه وفاو راح ويزوروا أماكن في المدينة وبيكونوا مستمتعين جدا لكن المطر بتمطر فبيقرروا يروحوا البيت ليه لحد ما المطر يخف وبيدخل ليه يشيل الصور اللي كان معلقها الآن علشان مهمته وبيخبيها وسط الورق لكن فاو هي بتتكلم بترجع لورا وبتوقع الصور من مكانها ولما بتسألوا عنها بيقول لها أنه هيعرفها كل حاجة بعد موعي التسليم المخطط وبييجي يوم التسليم وبينفزوا الخطة اللي حطاها ليه ويقدر يعطى الآن وأنها مش هتقدر تيجي تسلم مخططها لكنه بيتفجئ بيها قدامه وبتدخل تقدم عرضها وبنعرف أنها كانت متأكدة من أن الشخص اللي سرق مخططهم أول مرة هيرجع يسرقوا تاني وبنعرف كمان أن المخطط اللي تسرق تاني مرة كان مخطط مزيف علشان يخدعو شيونج وبتقدر تكسب العرض وتحقق حلم اختها بأنها تعمل المنتجع السياحي اللي كان نفسها فيه وبنشوف تيونج راح علشان يقابل شوان لكنها ما بتوفقش تقف معي وبتدخل للبيت وبيفضل هو مستنيها برا وبيتكلمها وبيحكي لها قصته وهو صغير والمعاناة اللي مر بيها وبتتأثر شوان جدا بكلامه ولما بيروحوا فعه ليه للبيت بيشوف ليه هناك زميلته في الشرطة وان موجودة في البيت ومتنكرة على هيئة مدرسة نوسيقى الجين وبيقلق جدا فبيروح تاني يوم يتكلم مع رئيسه اللي بيطلب منه ينسحب من مهمته قبل ما يتكشف وان الفرقة التامنة هي اللي عينة وان عميلة سرية في بيت آن بسبب انه معرفش يجيب معلومات عن آن لغاية دلوقتي وبيرجع ليه للبيت وبيكون بيتكلم مع فعه وبتأخذ والدتها بالها من تطور علاقتهم فبتطلب منها يتكلموا لوحدهم وبتقول لها والدتها انها تبعد عن لي بس فعه بتقول لها انه شخص كويس وانها بتحبه بتدخل البيت وبيبين على وان الشرطية انها معجبة بليه وان بينهم ماضي قديم سوا وبتكون عايزة تبعد ليه عن آن بأي طريقة وبالليل بتسحى فعه وتخرج علشان تشرب لكنها بتشوف ليه واقف معوان وبتبدأ تحس ان فيه حاجة غريبة لكنها بترجع تاني لغرفتها قبل ما حد منهم ياخد باله من وجودها وبتاني يوم بيروح ليه لفعه وبياخدها علشان تروح تزور أهله وتتعرف عليهم وبتكون والدته لطيفة جدا على عكس والده واللي بيوت له بيتكلم معاه على انفراد وبيكون والده متعصب جدا من تصرفه وبيحذره بانه لو وقع ما يستنيش انه ييجي ينقذه وبنشوف الطبيب شين زميل شوان اللي بنعرف ساعتها انه ابن الشيونج وبيروحوا حراس شيونج يكدوه علشان والده عايز يتكلم معاه وبيخطفوا شوان زميلته كمان وبيكبروهم يفضلوا سوا في نفس القوضة لان الشيونج عايز حفيد يعلمه أسليب الشر بما ان شين ابنه مش عايز يتعلم أي حاجة وعايز يكون طبيب وفي الوقت ده بيكون تيونج تحت بيت شوان وقلان عليها جدا بتجي لمكالمة من حد مجهول وبيقوله ان الشيونج خطف شوان فبيروح بسرعة يلحقها وبيكون ليه نازل من البيت وبيشوفه هو بيمشي وبيلحقه ومعاه فعلشان يساعدوه ولما بيوصل تيونج هناك بيقدر يخرج شوان من الغرفة وبيخرجوا كلهم برا وبيكون الشيونج عايز حراسه يقضى على تيونج لكن شين بيقولهم انه هو اللي هيتعامل معاه وبيضربوا بالعصايا اللي معاه لحد ما ليه بيوصل وبيساعدوا في انهم ياخدوا شين رهينة علشان يخرجوا من البيت ولما بيخرجوا بياخلوا صراحه بسرعة وبنعرف انهم بيكونوا مخططين كل حاجة سوا علشان يقدروا يخرجوا وبيروح تيونج علشان يوصل شوان وفي الطريق بتسألوا عن علاقة لي بأن فبيقول لها انه جوزها وان معاهم بنت كمان وبتكون شوان مصدومة من اللي بتسمعوا عن أخوها تاني يوم بتروح فعل بيت لي وبيبقوا بيفطروا ساوها وساعتها بيجي لي رسالة من وان الشرطية وبتطلب منه يقابلها علشان يحتفل معايها بعيد ميلادها وبتشوف فار رسالة وبتقرر تروح تشوف بنفسها اللي بيحصل ولما بتوصل هناك بتشوفها وان وبتمثل انها على علاقة قوية بلي وبتمشي فاوهي حزينة جدا لكن مجموعة من الشباب بيفضلوا يضايقوها وبتكون مش قادرة تدافع عن نفسها وبيبقى ها جوزقين معادي بالصدفة وبيشوف اللي بيحصل وبيبقى شاكك فيها انها مش قان لانها حتى مش قادرة تدافع عن نفسها وقبل ما شخص من اللي بيضايقوها يقرب منها بيجي لي وبيحميها بعد كده بيخدها للبيت وبيوري لها رسالة بعثها وان بتعتذلوا فيها بسبب انها عملت مشاكل بينهم فبتسامحوا فاعلة طول وبنشوف ليه راح لأخته شوان وبيقول لها انه لو تيونج تغير فعلا فهو هيفضل جنبهم وهيوافق على علاقتهم وبتكون شوان مبسوطة جدا وبنعرف ان تيونج قدر يخطف قلبها ويخليها تحبه بعد ما كانت رفضة تتقبله في حياتها وبترجع شوان للمستشفى وبيروح لها تيونج وبيخدها للحديقة وبيقضوا وقت ممتع جدا وبيكون والد شوان بيتصل بيها ولما بيرجعها تيونج للبيت بيشوفهم والدها ووالدتها وبيبقى تيونج مضطر يدخل يسلم عليهم لكن والد شوان بيكون عنيف جدا في كلامه وبيرفض رفض تام ان تيونج يكون على علاقة ببنته بسبب انه من شركة أن وبتكون شوان عايزة توضح له انه مش شخص سيء لكنه بيدربها بالقلم وبيخليها تهرب من البيت وهي بتعيط وبيروح تيونج وراها وبتفضل تلومه ان كل اللي بيحصل ده بسببه لكنها بعد كده بتحضنه وهي منهارة جدا بدرجع لفاولي اللي بيجي لهم مكالمة من البار بتاع أن وبيعرفوا ان العمل بيتخنقوا وليزم ييجوا فورا وأول ما بيروحوا وبيوقفوا العمل وبيخلهم يمشوا وبيشوف ليه ان مبيعات البار عالية جدا على عكس كل شهر وبيبدأ يشك في تيونج لأن مساعده هو اللي مسك إدارة البار وبيكون اسمه لو وبيرجع ليه للبيت وبيفضل يتكلم مع والده وهو وشوان بس والدهم بيكون متعصب وبيقول لهم مش هيقبل بأي شخص سجله إجرامي مهما كان وبيكون متعصب جدا وبيسيبهم وبيدخل غرفته لكن ليه بيتم من أخته إنه هيفضل جنبها هي وتيونج مهما حصل وبنشوف فورا وهي رايحة تزور أختها وبيكون هام رائبها لأنه شاكك فيها وبيشوفها وهي طالعة للمستشفى فبيقرر يروح بالليل ويتسلل لغرفة المعلومات اللي في المستشفى وبيعرف إن إن الحقيقية فقد الوعي وإن اللي موجودة دلوقتي هي شخص تاني ولما بتمشي فورا من غرفة آن بيدخلها للغرفة وبيكون عايز يقتل آن بسبب إنها طردته من الشركة وانفصلت عنه لأنه خاين لكنه بيقرر يستغله علشان يقدر ياخد بنته تعيش معاه وبتكون فا حاسة إن في حاجة بتحصل لكنها ما بتكونش عارفة إيه هي وبيجي ليه ياخدها بعربيته وبيعرض عليها الزواج وبتكون سعيدة جدا في الوقت ده بيبقى ها بلغ شيونج بإن الرئيسة الموجودة دلوقتي مش هي الحقيقية وإنها بنت تانية وما بيكونوش عارفين إن ليها أخت توقم اسمها فا وبيحس الشيونج بالانتصار وبيخطط يبعد تيانجو ليه من طريقه علشان يقدر يسيطر على منظمة آن ويقتلها وبيروح تيانجو للمنظمة وبيشوف فا وليه ولما بيحكي لهم اللي حصل مع والد شوان بيطلب منه ليه يتكلموا لوحدهم وبعد كده بيفضلوا يتخنوا لأن ليه مش عايزوا يستسلم ويبعد عن أخته وبيكون تيانجو هو كمان عايز كده لكنه مش عايز يأذيها وبيكون لغاية دلوقتي ما يعرفش إن شوان تبقى أخت ليه وبييجي مكلمة ليه بإن فيه عصابة هجمت على البار الخاص بيهم وبيكسروا في المكان وبيروح علشان يقضي عليهم وفي نفس الوقت بييجي الفا مكلمة من والدتها وبتطلب منها تروح للمستشفى فورا وأول ما بتوصل فا بتلاقيها في غرفة أختها وبيهددهم بأنهم لو ما وقعوش على أوراق التنازل عن حضنة البنت هيفصل جهاز التنفس عن آن ويخليها تموت وبتقدر فا تتصل على ليه وتعرفه مكانها وبيستغلها ضعفها وبيقدر يمسكها وبيهدد والدتها بإنه هيقت البنتها التانية بعد ما فصل الجهاز عن آن وبتمثل الأم إنها وقعت على الورق وبيهرب بسرعة لكنه لما بينزل للعربية بيكتشف إن الأم موقعتش على الأوراق وبيروحوا يتطمنوا على آن لكن الطبيب بيقولهم إنها لو ما تجاوزتش الأزمة دي خلال أسبوعين ممكن تموت وبتنهار فا لإنها حاسد بنها السبب في تعريض حياة أختها للخطر بالغلط وبنروح لتيانج اللي بتروح له شوان للمنظمة وبتعترف له بحبها فبيقرر يسيب منظمة آن وبيروح يبلغ والدته بالخبر وبتكون سعيدة جداً لإن ابنها أخيراً هيبعد عن حياة العصابات ويستقر تاني يوم بيجمع تيانج كل أفراد المنظمة ومن ضمنهم فا ولي وبيبلغهم بقراره وبتبدأ المشاكل تظهر في حياة فا بعد انسحاب تيانج من المنظمة ووفاة أختها آن فجأة بدون أي مقدمان وكمان سفر والدتها لبرا البلد لكنها بتقرر تكمل دور أختها علشان ما تضيعش كل تعبها ومجهودها وبتتجهز وبتروح للمنظمة وأول ما بتوصل هناك بتلاقي الشيونج بيعزيها على وفاة أختها وبيكون معاه مسؤول من شركة الاستثمار اللي تعقدت معاهم على المنتجع وبيكون عارف من شيونج إنها شخص مزيف وبيلغي معاها الصفقة وبتكون فا خسرت كل حاجة وبنشوف تيانج أخدت شوان لوالدته علشان يتكلمه سوا وبيقرروا يفتحوا مطعم هم التالتة وبيجهزوا كل التجهزات ليه وبيفضلوا يحضروا الأكل وهم مبسوطين جدا ومش عارفين أي حاجة عن اللي بيحصل مع فاة اللي بتقرر تروح توشم على جسمها نفس الوشب اللي أختها كانت وشمية وبتبقى عايزة تنفصل عندي لإنها ما بقيتش فالي يعرفها لكنه بيقول لها إنه هيفضل جنبها حتى وهي في الظلام بتبدأ فاة تتغير للأسوأ وبتتحول لآن المجرمة وأول ما بتوصل للمنظمة بتطرد فردين منها وبتروح علشان تشوف حل للعرض اللي تسحب منها وبتحاول تزبط الأوراق والمستندات القصة بشركتها علشان ما تتعرضش للإفلاس وبتيجي جين بنت أنا علشان تسلم عليها لكن فاة بتعاملها بأسوأ جدا وكأنها بقت خالية من المشاعر بعد كده بتروح تتدرب ملاكمة وبتضغط على نفسها جدا ولما بيطلب منها ليه ترتاح بترفض وبتفضل تتدرب علشان تبقى قوية زي أختها وتقدر تنتقم من شيونج وها علشان دمروا حياتها وبنشوف تيونج اللي بدأ مشروعه في تحضير الأكل وبيكونوا مبسطين جدا لأنهم أخيرا هيعيشوا حياة هادية لكن حرس شيونج بيروحوا للمطعم وبيكونوا عاوزين يكسروا كل حاجة بس ليه وفا بيوصلوا في الوقت المناسب وبيخلوهم يهربوا وبيكون شيونج خلاص هيمدي عقد امتلاك المنتجع اللي كان هيبقى ملك فا لكن فا بتقدر تثبت أنه سرق تصميمها وبتخلي الشركة ترجع تعمل موعد للعرض من جديد وبيختار مين هياخد المنتجع من جديد وبيكون في قطعة أرض جنب المنتجع صاحبها رفض يباعها لأنها هتكون هدية لبنته وبتفضل فاتحة والتقنع أنهم يشتروها قبل ما حرس شيونج يسيطروا عليها ويكسبوا العرض ولما بيرفض بتروح تتكلم مع بنته اللي بتكون مترددة في الأول لكنها أول ما بتشوف ليه بتفتكر لما أنقذها لما كانت رهينة عند العصابة وبنعرف إنها نفسها البنت اللي أنقذها في أول المسلسل وعشان كده بتقرر تساعد فا وبتروح تكلم والدها وبتقدر تقنعه يباع لهم الأرض وبيكتابوا العرض من جديد وبيكون المنتجع ملك ليهم مرة تانية وبيتعصب جدا شيونجو وبيفضل يضرفها لأنه خد منه 100 مليون دولار علشان يقنع بيها الصاحب الأرض وبيكون هيقتله بس بتكلمه فا وبتطلب منه يجيبها لمكان معين وهي هترجع له فلوسه وبتقوله إن الفلوس معيها وبيكون ليه مش عارف مخططها ولما بيطلب منها ما تعملش أي حركة من غير علمه بتمثل إنها مش هتعمل حاجة وبتحط له منون في المشروب الخاص بيه وأول ما بتقوم علشان تروح للشيونج بيفوق ليه اللي بيكون ما شربش مشروبه أصلا ولما بيحاول يمنعها من تنفيذ خططها بتطلب إنهم ينفصلوا فبيضطر ليه يعترف لها بإنه شرطي وإنها لو فكرت تروح تنفذ اللي هي بتخطط له هيقبض عليها لكنها ما بتهتمش وبتروح علشان تنتقم منها جز اختها وأول ما بتوصل هناك بتدي الشيك للشيونج وبتفضل تدرفها لحد ما بيطلع مصدس من جيبه وبيكون هيقتلها خلاص لكن ليه بيتدخل في آخر لحظة وبيقولهم إنه شرطي علشان يرموا أسلحتهم وبيقدر ينقص فاوه وبيحميها وبعد كده بياخدهم ليه كلهم لإسم الشرطة وبييجي والده وبيخرج فاو عصابتها من الإسم وبيشكر ليه والده على مساعدته ليه وبنعرف إن ليه كلمه علشان ييجي يضمن فاو عصابتها لإنه بيكون مش عايز يشوف حبيبته فاوه محبوسة وأول ما بتخرج من إسم الشرطة بتقلع الخاتم وبترميل ليه وبتمشي وبيفضل ماشي وراها لحد ما بيقنعها تركب معي وبيوصلها للبيت علشان تكون في أمان وبيفضل واقف تحت بيتها لتاني يوم علشان يتطمن عليها وهي رايحة للمنظمة ويتأكد إنها مش في خطر وبتروح فاو المنظمة وبتلاقي هناك تيانج اللي بيسألها عن السبب اللي مخليها مش جنب ليه فبتقوله يروح يسأله بنفسه وأول ما بيروح علشان يتكلم معي بيقوله ليه إنه شرطي وبيحكيله إن آن ماتت وإن شوان الممرضة أخته وبيقوله كمان عن المؤامرات اللي عملها هاو الشيونج علشان يستولوا على المنتجع وبيكون تيانج مصدوم من اللي بيسمعه تيانج بيروح تيانج للمنظمة وبيخلي فاو تعترف إنها مش آن وبيتولى هو رئاسة المنظمة علشان يستخدم أساليبه القديمة ويقدر ينتئم من شيونج وبتخرج فاو من المنظمة وهي حاسة بإنها تايها ومش عارفة تعمل حاجة وبيفضل ليه يجري وراها علشان يلحقها لكنها بتطلب منه يبعد عنها لإنها مش عايزة تاني في حياتها وبتمشي وبتسيبه لكنه بيفقد الوعي وبتروح فاو تلحقه وعند تيانج بيكون روح لشوان علشان يطلب منها تفضل جنبه لإنه بيحبها لكنها بتكون مش عايزة تسمعه بسبب إنه روح المنظمة بعد ما كان وعدها إنه هيسيب الشر ويعيش معاها حياة هادية وبتسيبه وتمشي لكنه كمان بيفقد الوعي وبيتنقل هو وليه في نفس الغرفة اللي في المستشفى بعد كده بتطلع فاو شوان يتكلمه سوا وبتفضل كل واحدة فيهم تشتكي من حبيبها وبيفوقوا لي وتيانج وبيخرجوا من المستشفى وكل واحد فيهم بيوصل حبيبته لبيتها وبيروحوا يتقابلوا علشان يحققوا في قضية الممنوعات اللي تيانج مشتبه فيها بسبب المساعد بتاعه اللي كان مثك البور بتاع أن وبيكون لي شاكك في إن مساعد تيانج هو الجسوس للشيونج وبعدها بنشوف فاوة هي قاعدة في البيت وبيجي لها اتصال منها اللي بيطلب منها تيجي تنقص بنته اختها من إيده وبتكون بطريتها خلصت ومش بتعرف تتصل بليه فبتضطر تروح لوحدها تنقص جين ولما بتوصل هناك بتكتشف إنه عامل لها كمين علشان ينتقم منها والحصن الحظ بيكون لي وتيانج مرقبينها وبيقدروا ينقذوها من إيده لكنه بيدرب الرصاص في مستودع مواد سامة وبيتصاب ليه في عينه وبنعرف إنه بسبب الإصابة دي بيكون مش هيقدر يشوف تاني بعد كده بنشوف آن أخت فاوة وهي نايمة على هترير في مستشفى وبتفضل تشوف ذكريات لفا لما كانت بتزورها في المستشفى وأخيراً بتفوق وبتطلع ماما تيتش وبتعرف آن من والدتها إن ليه شرطي وبتقول لها إنها خايفة على فا من لي وممكن يقزيها فبتقرر آن ترجع لبلدها من تاني وتساعد أختها لإنها مش هتقدر تعيش غير فترة أو ليلة جداً وبيروح تيانج للمساعد بتاعه وبيسأله عن السبب اللي خليه خونه وينضم للشيونج فبيقوله إنهم خطفوا أخوه الصغير وإنهم هددوا بيه فبيطلب منه تيانج يروح يبلغ شيونج بإنه بقى الرئيس للمنظمة وإنه مستعد يتعاون معاه في بيع الممنوعات وبيكون ده جزء من خطته ومعليه لكشف شيونج والقضاء عليه وبعد ما المساعد بيبلغ شيونج بكده فعلاً بيروح تيانج يقابل شيونج وبيتفق معاه على كل حاجة وبيقدر يكسب سيقته بنرجع لفوق اللي بترجع للمكان اللي كانت بتلعب فيه هي واختها زمان وبتفضل تتكلم كأنها بتتكلم مع أختها وفجأة بتلاقيها قدامها وبتقول لها إنها لسه عايشة وبتكون فوق مش مسدقة اللي هي شايفة ولما بيرجعوا للبيت سوا بتقرر أن تروح تختبر ليه لإنها خايفة إن أختها تمر باللي هي مرت بيه ولما بتروح هناك بيقدر ليه يتعرف عليها بسهولة جداً وبتهدده إنه هو لو ما بعيدش عن أختها يكون ليها تصرف تاني معاه ولما بتروح فوق تطمن على ليه بتلاقيه قاعد والمسدس في إيده ولما بتسأله عن اللي حصل بينه وبين أن بيقول لها إنها سألت شوية أسئلة ومشت وبعد فترة بييجي موعد تسليم البضاعة المتفق عليها بين تيانج وشيونج وبيكون شيونج خاطف والد تيانج لإنه ما بيكونش واثق فيه استقل عمياء وبتبقى أن قاعدة بترقبهم من بعيد لإنها بتكون عارفة شيونج كويس ومتأكدة إنه مخطط لحاجة أكبر وأول ما بتبدأ عملية التسليم بتاجم الشرطة عليهم وبيكون ليه قاعد بيديهم الأوامر من اللاسلكي لإنه مش هيقدر يقاتل بسبب فقدانه والبصر وأول ما بيعرف شيونج إن تيانج متعاون مع الشرطة بيروح ياخد والدته وبيكون عايز يقتلها قدامه علشان يكون عبرة في الوقت ده بتقدر شوان تيجي من وراه وبتخبطه وبتقدر تخليسي بوالد تيانج وقبل ما شيونج يضرب عليها بالرصاص تيانج بيقدر يسحب مسدس من الشرطة لجنبه وبيضرب عليه الرصاصتين لكنه بيكون لسه ما ماتش وبيضرب والد تيانج بالرصاص وقبل ما يضرب الرصاصة التانية بتكون آن قتلته بالرصاصة بتخترق قلبه وبينتقلوا هما الاتنين للمستشفى وبيموت شيونج لكنهم بيقدروا ينقذوا حياة والد تيانج ولما بتيجي الشرطة تعتقل تيانج بتروح لهم آن وبتعترف لهم إن هي اللي قتلت شيونج وقبل ما يقبضوا عليها بتفقد الوعي ليه يقدر يشوف تاني وفعلا بيعمل ليه العملية وبيرجع بصره من جديد وبيدخل تيانج للسجن بتهمة محاولة قتل شيونج وسرقة سلاح من الشرطة وبعد فترة بيخرجوا بيستعد هو وليه حفل زفافهم واللي بيوصلوا له متأخر وبيكونوا فاو شوان متعصبين منهم لكنهم لما بيشوفوا خواتم الزفاف بيتبسطوا جدا وبيتسبقوا على مين فيهم هيوصل لقاعة الزفاف أسرع وبكده بيكون خلص مسلسلنا